السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم سميلاتكم يا را طلعت فرقة ثالثة وضفتي من الباصولوجي في أسرة نجاح بدون جاشة هنروح معاكم المحاضرة الأخيرة في باصولوجي توب عنوان اليوريناري باصولوجي قبل ما نبدأ حابة دعي لإخواتنا في فلسطين اللهم بردا وسلاما على أهل غزة اللهم اربط على قلوبهم وآمن روعاتهم اللهم ملطوب بهم وخفف عنهم ورحم موتهم وشفج رحهم اللهم انصر إخواننا في فلسطينة وثبت أخدامهم مستدد رمية ومواحد صفوفيم وكتب لهم نصر مؤذرة هنتكلم عن ايه من نهاردة هنتكلم عن اتنين سندرونز بيحصلوا في الكدني وهما النفراتك والنفراتك سندرون قبل ما نعرف ايه اللي بيحصل في النفراتك والنفراتك عايزين نشوف الدنيا كيتمشي ازاي في الطبيعي فهناخد جزء من الكاليا اتنا عارفين ان النفرون هو الفانكشنال يونيت بتاع الكدني هناخد جزء من النفرون وهو الجلومريولاس هنشوف في ايه هنشوف ان Glame لدي حاجة اسمها وياك غلية على منسとか وبيراتة الاير وبيراتة الاير والماء في الصفحة عبارة عن ايه عن ابسيل ل arkadaşل ال ageلولاسل التي هنه είμαι بودوسائتس ليس اسمها بودوسائتس لماذا اسمها بودوسائتس لانها خلايا عندها food versus الذي ي lipos وهو يتساعدني في الفلتر من فضلتر كله ميسر الذي أخلق لها كيليها وظيفة طيب الدمر الذي خلص منING archلى بل estimates يريد الدمردي وهي اول في الكابيران لها فلترة. طيب تمام. عندي كاملة حاجة اسمعها الميزانجيلسل. الميزانجيلسل دي تعتبر الماكروفاش بتاع الكدن. طيب ازي اصلا بيحصل فلترة ولما الدم يدخل في المكان ده. بيحصل فلترة لان الدم بيتخلي في افرنت ارتريول. الضغط بتاعه عالي جدا. يعتبر اعلى ضغط في الجسم كله. وبيخرج من افرنت ارتريول. الدمتر بتاعه كمان اقل من دمتر بتاع الافرنت ارتريول. فبالتالي الدم بيلاقي رزيستنس هو خارج. فده بيسبب لي ان يحصل مفلترةir على مستوى الجليميريولس. طيب حصل فلترة تمام. ايه باب хоть اللي هيعرف يعد من المكان ده. ليعرف يعني من الشيش ينزل في اليون. هيعدي يوتر هيعدي في مايكروميليكيول. طيب مايكروميليكيول يعني ايه برده. البورز بتسمح ان يعدي فيها مواد قطراء من 50 من خمسين لمئة نانو متر من خمسين لم Initiative. طيب هيفتكر كده ان انا كان عندي ماشي في البلاد اسمه القلبيومين. لأي само قلبيومين ده كان 70 نانو متر. طيب القلبيومين ده الجسم عايزه هل هينزل في اليورين ولا هيفضل في البيلد? هاقول لك لا هيفضل في البلاد ليه؟ لانك كان عندي البيوتو سايدس دي ليه لهيهه وللليهه كل اما القلب مني يقرب تقول له ماова هواتق رك brownish فارك事情 انا كل اما القلب مني يقرب تقول له ما احنا اعتبر اتكلمنا عن معظم الحاجات النورمل اللي احنا هنحتاجها طيب الاب نورمل بقى لو انا جيت شلت لير من الليرز بتوع المصفة دود معنى كده ان في حاجاتها تنزل في اليورين المفروض ما كانتش تنزل يا جسمي محتاجها كده الكفاءة بتاعت الفلطرة قلت طيب لو انا جيت زودت لير باي حاجة بقى معنى كده ان في حاجات هتقدر في البلد المفروض كانت تنزل في اليورين تمام لو انا جيت مثلا وسعت البورز دي نفس الموضوع وينزل حاجات المفروض ما كانتش تنزل طيب لو انا دايقت البورز هيفضل حاجات موجودة عندي في البلد كانت المفروض تنزل في اليورين طيب هنبدأ بقى في النفريتك سندروم ده اعتبر اول علمان فعلي معنا في مخاضرة نهار النفريتك سندروم اول ما النفريتك انفلميشن النفريتك بقى اللي بيحصل فيها مبدئيا عن السندروم السندروم يعني مجموعة من السينز والسيمتوم اللي العيين بيجي بيها طيب بالنسبة لنفريتك ايه بقى اللي هيحصل اللي هيحصل غالبا ان فيه انتش ندخل للجسم الجسم يكوننه انتي بودي اتخنقوا ما سعهمش بكم في الجسم يتخنقوا عليه غسطات حلجولمير يونس لما تخنقوا هناك عمولي الانجري انجري فمعنا كده ان فيه بلده ينزل في اليور طيب تمام هيحصل ايه كمان هيحصل انفلميشن النتيجة انفلميشن ده فيه كنبيبنت هيجي ترصب في المكان ده هل خلايا الجسم هتسكت لأ الخلايا اللي في المكان تويحصلها بروليافريتنر معنا ان الخلايا حصل لأ بروليافريتنر معا ايه اصلا بروليفريتنر يعاني الخلايا زادت في العدد ان الوقت يزودها عدد في نفس المكان بسيكت لأي ح Leaving her البيوتروس اللي هي بتنزل الحاجات عشان تنزل في اليورن Variable هيبي 2024 طيب ق solid فمعنا كده ان هايفضل معا يحضور ماليشات في البلد كانت المفروض تنزل في اليورن فالنفريتيكس اندروم دي اللي بيحصل فيها بيحصل هيماتوريا وفيها حاجة بتفضل عمضة في البقاء كانت مفروض تنزل في اليوم هنشوف بقى ايه دلوقتي الاتيولوجي الاتيولوجي هنشوف مجموعة من التغيرات اللي حصلت في الكدني في صورة امراض وبيعملون النيفريتيكس اندروم اول حاجة ديفيوز بروليفريتف جولوميرلونفريتس هنعرف لان ايه بروليفريتف؟ بروليفريتف يعني ان الخلايا زادت في العدل ايه ديفيوز؟ ديفيوز يعني اكتر من 50% من كل الجولوميريولاي اللي موجودين في الكدني اللي خلايا بتاعتهم حصلها بروليفريتف بصوه هنا دي فرق بس من كذا مستلح كده هيا الاصلاي دي مش معانا بس انا هجايبها للتوضيح لو كل الجولوميريولاي اكتر من 50% منهم كلهم حصل لهم مرض معين فالمرض ده هنقول عليه ديفيوز طيب لو اقل من 50% هنقول عليه فوكل طيب بالنسبة للجولوميريولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولايولاي المرض ده خاطر جدا لانه بيصيب الكليتين في نفس الوقت فلو ما تلاحقش بيبهدل الدل كريسنتك كريسنتك يعني كريسنتك يعني هلال فبيقولي ان في المرض ده بيحصل بريليفريشن في خلايا الفاومنتيكابسول لحده ما تعمل لي شكل هلال بالمنظر ده كان طبعا حصل بريليفريشن احنا قلنا بريليفريشن هيقلل كمية اليورين الطبيعية اللي مفروض تنز طيب تمام هاجي على ثالث مرض معي هو الجود باسشار سندروم الجود باسشار سندروم ده اوتو امين ديزيز اللي بيحصل فيه اللي بيحصل ان الجسم بيبدأ يهاجم نفسه بيهاجم ايه بالزبط بيهاجم البيزمنت ميبرين البيزمنت ميبرين ده هفتكر انه كان موجود في اللانج وكان موجود منه في الكادني اللي موجود في اللانج موجود في الالفولاي لو انضرب هيعمل لي هيموتس طيب اللي في الكادني لو انضرب هيعمل لي هيموتوريا معنى كده ان جوت بس شرسندروم الشخص اللي عنده جوت بس شرسندروم بييجي بيقول لي ايا هيموفتس ايا هيماتوريا عنده اللي اتنين بس النظر اللي اني بتكلم في الكدني فاخد الجزء اللي يخصني وهو الهيماتوريا طيب نيجي على المرض الرابع وهو الفوكل جولومورلونفريتس احنا عارفين ان ايتس يعني انفلاميشن وفوكل عارفنا انه أقل من 50% من كل الجولوموريولاي حصل لهم هلنا هنقول بقى حصل لهم انفلاميشن هنيجي بقى نشوف البيشنط ايه دي دي كلينيكال بيكتشر هعدلها في البيل اف البيشنط بيجي لي بقى التحليم بتعطيه عاملة ازاي هو شكله عاملة ازاي انا قلنا ان في حصل انجري فهيجي عندي في اليورين هيلاقي عندي هيماتوريا هيماتوريا اوفيزابول يعني انا قادر اشوفها زي الصورة دي بالظبط وكمان بيجي معاها ميلد تمودرت بروتينوريا وهعرف دلوقتي ليه هعرف ليه بقول ميلد تمودرت لما اخد النيفروتيك ميلد تمودرت بروتينوريا بعد كده احنا قلنا ان البورز دي عمتر بتحقل فهيحصل عندي اوليجوريا يعني قليجوريا يعني كمية اليورين هتبقى اقل من الطبيان طيب كمية اليورين اللي هي المفروض كي تنزل بقى حصلت فين فضلت في الدم فحصل عندي حاجة اسمها يوريميا تمام كده حصل يوريميا يعني يحصل يوريميا يعني السوائل اللي فالبلود زادت حصل هايبروليميا انا بزود الكمية في نفس المكان فهيحصل هايبروليميا بالظبط هيحصل بدرجات مختلفة ولو الموضوع ما تحلش لو انا ما عليكتش كل الحاجات دي هيقلب لي بكرونيك رينال فيلير طبعا كده هيعورة عن سلسلة متفرطة وقاربتنا ان في الباصولوجي هنا حصل عندي بورليفرشن وحصل انفلميشن هنيجي بعد كده لنفروتيك سندروم اول ما اسمع كلمة نفروتيك هيجي في دماغي شخص النفخ يعني ايه شخص النفخ يعني عنده اديمة شخص عنده اديمة ايه اللي سبب لي الاديمة دي اللي سبب لي الاديمة ان الشخص ده البروتين بقى ينزل عنده فيلير طيب بروتين ده اصلا ماكروميكيون فمعنا كده في النفروتيك البورز واسع بسبب بقى مجموع من المشاكل ايه هي قد تكون برايمري وقد تكون ساكندري يعني ايه برايمري برايمري يعني اول ما المشكلة حصلت حصلت في الكيدني يعني ايه برضو يعني ما جدش قلت لك مثلا ان شخص عنده دايبتس مليتس ومع الوقت اصلي على الكيدني في عملية لنفروتيك سندروم لأ اول ما حصلت تغير حصلت تغير في الكيدني طيب التغير اللي حصل في الكيدني ده سبب ايه قد يكون جينيتك وقد يكون النون كوز لأسباب مش معرفة هاخد فيهم اول مرة هم اربع امراض جايين في ثلاثة ام ده طب يبدأ بحرف لم واحد فوكس اجمنتك طيب الثلاث امراض هبدأ بأول واحد اللي بيحصل فيه اللي بيحصل ان بيجي اميون كومبليكس يترصب ما بين البزمنت ميمبرين والبودوسائيس اللي احنا قلنا ان هي عبارة عن ابساليا لسا الاصل بيترصب طيب لما بيترصب بيوسع للبورس البورس بتوسع مع الوقت كمان بيحصل تلاشي للبودوسائيس فانا كده بوسع البورس الكفاءة بتاعت البزمنت ميمبرين بتقلي يعني انا بغير فيه انا بحط عليه حاجات فكفاءته بتقلي فهل هيشتغل طريقته الطبيعية؟ لا طيب طيب ناكي تاني مرض اللي هو المينيمال او اللي بويد نفروزيس ونركز على الاسم التاني ونقودوا بالكم من الاسماء التانية عشان يعني عادتا هي اللي بتيجي طيب مينيمال تشينج ليه اسمه مينيمال تشينج وإيه اللي بيحصل فيه اللي بيحصل فيه ان تيسل الشريجة دي بتطلع مواد يكون سايتو كاينز مثلا بتطلع مواد على البودوسائيس الغالباني تقصر رجليها واحنا باعتفاكرين ان البودوسائيس الرجول بتاعتها كاتعبارة عن نيجاتفتشورج كلما القلبي من ييجي يقرب منه هتقول له لا ما اتقربش ويرجع فيفضل ايه في البلد لأ هنا هتقصرت فالقلبي من هيعدي بكل سهولة ويسر وينزلي في اليورين اهو القلبي من عد اهو وينزل في اليورين طيب ليه اسمه مينيمال تشينج اسمه مينيمال تشينج لان التغير اللي بيحصل بيكون بسيط يعني ايه التغير اللي بيحصل بيكون بسيط لما باجي بص على البودوسائيس باللايت ميكروسكوب ما بشوفش اي تغير لكن لما ببص عليها بالالكترو ميكروسكوب بلاقي فعلا ان الرجول بتاعتها متقصر طيب نيجي على المرض التالت وهو الفوكل سيجمينتل جلوميرلوس اللي بيحصل في المرض ده اللي بيحصل 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 لتاتش من لبودوسائيس خلاص ما بقتش موجودة بتمشي من المكان ده طيب وينيه فوكل سيجمينتل فوكل سيجمينتل يعني اقل من 50% من كل الجلوميريولاي اللي موجودين في الكتني حصل لهم اصابة وحتى الجلوميريولاس اللي مصابة فيه مش مصابة كلها اجزاء منها بس اللي مصابة تمام كده طيب طيب المنبرينوبرليفريتب اه عايز اقول حاجة قبل ما اقول المنبرينوبرليفريتب ان المنبرينوبرليفريتب ده المستو كومن قوز للنفروتيك سندروم في الاطفال ايو في اطفال بيجي لهم بيجي لهم نفروتيك سندروم هيا دكتور مالتاش واشقع في الاطود تمام طيب نيجي على بعد كده المنبرينوبرليفريتب المنبرينوبرليفريتب اللي بيحصل فيه نفس اللي بيحصل في المنبرينوص جullomerلباسي مع كمان ووجود ميزانجيلس لبرليفريتب الميزانجيلس اللي احنا قلنا عليه عن تعتبر المقروفات بتاع الكتني بيحصل لها ببرليفريتب هنا طيب ايه باقي اللي هنشوفوا العيان قبل ما نقول اللي هنشوفوا العيان اه بشكل عامل ازاي سوف نرى السيستيميكوزيس السيستيميكوزيس يعني تأثر على كتاة السيستيم و أثر على الكدني معي بصراحة و أنا بدور على دول عشان هشوف تأثير كل حاجة فيهم على الكدني و إزاي هتعملين الفروتكسندروم لقيت الموضوع كبير جدا و في حاجات كمان مش كلير يعني معرفته شوصل هي زاي هتأثر على الكدني وتعملين الفروتكسندروم فيعني نحاول نسكيهم السيستيميك لوباس اريسماتوزيس ده أصلا ممكن يعملي من برينس جولومورولوبسي يعني هوا ممكن يعملي المرض ده و أميلو دوزيس سيستيميك لوباس اريسماتوزيس و أميلو دوزيس هجي عند كده هلاقي دراجز و دايوبيتس مليتس دراجز و دايوبيتس مليتس سالتين دي دراجز لو في شخص بياخد و ليكون هيروين أو أي دواء ممكن يعملي فوك السيجميلة الجولومورولوس بكتريال اندوكارديتس و انفكشن أنا حاسيت أن بكتريال و انفكشن و كارديتس الموضوع ماشي مع بعضه فبكتريال اندوكارديتس مع انفكشن هلاقي اللي يعملي برضو نيفروتك نيوبلازم و هريدتي ديسوردر نيوبلازم ده حاجة زي تيومر و هريدتي ديسوردر دي مشاكل ورصيه طيب العيان هيجي شكله عامل ازاي و هلاقي التحليل بتاعته فيها اين العيان هيجيلي احنا قلنا ان اول ما اسمع كلمة نيفروتك فهيجي بالي شخص منفغ شخص منفغ دي يعني حصله كتابة اكتر من 3.5 جرام برده شخص دا عنده في اليورين بتاعته 3.5 جرام برده 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 لو نفتكر ان اللي نفريتك ان كانت مال لتمدريت برده طيب لما البروتين نزل في اليورين ايه اللي هيحصل ان البروتين ده كان بيقصر لي على حاجة في الجسم بيتحكم فيها أول اسموتج أو الم promotability ال歲موتيك أو المرشار كان يعمل إيه كان يذبط النسبة بين السواء اللي موجودة في الكابليري والسواء اللي موجودة في الإنترستيشياليسبيس طيب دلوقتي البروتين نزل في اليورن معنى كده أنek بروشار هيحصل في خلل المصرية هيقل فالتالي الووتر اللي موجود في الكابليري هيبتدي يتسرب ويخرج للإنترستيشياليسبيس هيعمللي قديمة فوجود البروتين في اليوران هو السبب الرئيسي للوجود إيه ديمة طيب هيحصل كمان هايبو ألبيومنيمية يعني هي هايبو ألبيومنيمية يعني أن الالبيومين كميته هتقل في البروت مش احنا قلنا أن الفوت بورسوس بتاعت الابودوسايت ستتكسر فبالتالي البروتين بينزل في اليوران فمعنى كده أن كميته في البلوت هتقل هيحصل هيبو ألبيومنيمية هيبقى موجود أقل من 3 جرار وركزه على الأرقام أعلى من 3 جرم طيب لما نزل الألبيومن وإحنا عرفنا أن الألبيومن هينزل وبروتين هينزل ويحصل إديمة أي هيحصل كبير؟ هيحصل هايبرليبيديميا في أسباب كتيرة بتفسر ليه هيحصل هايبرليبيديميا من ضمن الأسباب يعني يعتبر أسهلها أن الإنزيم اللي بيقصر الليبت اللي هو الليبيز هو بروتين هينزل من ضمن البروتينات اللي هتنزل في اليوري ده سبب سبب تاني يا إني اللي بيقل اللي بيحاول يعمل كومبانسيشن وهو يقوم يخصوص بيطلع معي الليبت فبالتالي الليبت وتزيد في البلد وكمان سبب بيقول أنه ملاهوش علاقة ملاهوش علاقة بسواء القلبي من قل أو القلبي من زاد لم لا يكون لهاش ضع طيب هنا في الباصولوجي بقى اللي بيحصل في اليوريتك هل إحنا سمعنا كلمة برولفريشن سمعنا كلمة انفلميشن سمعنا برولفريشن فهنا البرلوفريشن هيبقى قل والإنفليمشن هيبقى قل والشاع اللي هيحصل اسكلوروزنج في الجلوموريوباسي هنا بيقولك ان الشاع هيحصل اسكلوروزنج كده اعتبر خلاصنا المحاضرة هنشوف بس جدول هنا احنا ده جايبني النورمال كيدني وبيقول انه مفاش بروتين ولا بلد في النيفروتك هينزل بروتين النيفروتك هينزل بلد هو فيه كمية Ming aka بينذين في النيفروتين في النيفروتين ينزل في الورن بعد بس الكمية ده صغيرة جدا 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 لدال burstingتحل العديد مع تجلبها عشان احنا نرى بنرى بسابيش تصور تست فما ترى بروتين في النيفروتين وكما يقلق الكذنر لاOkay بس لما يحصل ان فيه النيفروتين بشكلور парاتيك عند بروتين سبقى في النيفروتكسنظرو وיח Firma K-ic كانَhi un contract lore فهينزل في بلد وهيعمل ليه هيماتوريا في بلد في اليوران يعني وهيحصل هيماتوريا والنفراتيك هيبقى فيه بروتين في اليوران عشان ده شخص منفخ طيب نبص بقى على الجدول اللي هو يعتبر أصلا المحاضرة النفراتيك والنفراتيك سندروم الاتيولوجي بقى الكوزيز بتاعتنا قلنا في النفراتيك ده انفلميشن فعندي بسبب فوكالجلومورلونفريتس ايتس دي يعني انفلميشن بكمية كبيرة اكتر من 5% من كل الجلوموريولاي يحصلون انفلميشن او الجدباشر سندروم الجدباشر سندروم دي اللي هي مقوته اميندوزيز اللي بيحصل تبقى جاي يقول لي ايا هي مبتصة ايا هي باتوريا وفي رابط البروجريسف جلومورلونفريتس او الكريسنت الكريسنت اللي هو الهلال ورابط البروجريسف لانه سرعان ما يتحول لحاجه اسوأ منه ممكن يعمل لي رينالفريلي على الاصلون النفراتيك سندروم قد تكون لا اسباب برايمري او اسباب ساكندري اسباب برايمري ليه بيحصل البريمري اصلا اما اديوباسك اما جانيتك اما الاسباب غير معروفة زي ايه زي المنبرنس جولومورلوبسي المنبرنس جولومورلوبسي اصلا ايه اللي بيحصل فيه بيجي اميون كومبليكس يترصب يترصب فين يترصب ما بين البيزمنت مبريل والبودوسايتس ايه اصلا اللي بيخلي المنبرنس جولومورلوبسي يحصل اما اسباب غير معروفة سبب تانية بعض. بس نعرف ده. قلنا الميليمال التشينج الزيز اللي بيحصل فيه ان الرجول بتاعة البودول سايتس بتتكسر بسبب التسل الشريرة. تمام؟ بتتكسر. فبالتالي القلب يبقى بدون راكيب ولا حسيب وبيقدر ينزل فين؟ في اليورين. لان خلاص النجات التشارج اللي كانت بتاعت تقول له ما تقربش ما تقربش ما بقتش موجود. وقلنا ان هو اسمه ميليمال التشينج لانه مش بقدر اشوفه باللايت ميكروسكوب بقدر اشوفه بس. باللايت ميكروسكوب والدنيا طبيعية وزي البفل. الفوكل سجمنتل جولوميرو سايتس. قلنا ان المرض بيحصل في تتاتش منت البودوسايتس مما كانها. وفوكل سجمنتل يعني مش كلهم بيحصل لهم المشكلة دي. اقالي من 50% جولوميرو ده. وحتى الجولوميرو لاصل مصابة مش كلها مصابة. انسيت اوركوا الصورة للفوكل سجمنتل. فهو كان موجود هنا. ده. ده هو الفوكل سجمنتل دي اصلا الصورة اللي كانت الفوكل سجمنتل جولوميرو وسايتس بقimentل نجي بقى على بقية الحاجات اللي معنا قلنا ان هو ممكن يكون secondary systemic disease يعني disease بيصيب كذا system وبرضو بيأصلي على كدني في عملية نفروتك سندروم زي systemic lobos arysmatosis و amylodosis systemic amylodosis والinfection وبكتالي الاندوكاردي وممكن drug وممكن احنا ما قلناش المبارنس برو رفيتف تمام مش مشكلة وممكن بسبب نيوب لازم او هردت ديسورتر ممكن كل الحاجات دي تقصلي على الكدني فتعملي نيفروتك سندروم وقلنا ان الفوكال سيجمينتال المهمة بأس الفلسطيل دي الفوكال سيجمينتال ده المستكون قوز للنيفروتك في الأدل والميني ماليتشي ده مستكون قوز في الأطفال يعملي لنيفروتك سندروم طيب تمام هنيكي بقى نشوف في النيفروتك قلنا نشغط هماتوريا الكلمة دي مهمة جدا ده في النيفروتك عنده كمية اليوريا قلت فبالتالي فضلت في البلاط فعمل لي يوريميا يعني ايه والموضوع لو ما تحلش طيب بالنسبة للنيفروتك لأ النيفروتك فيه برميا والتي زادت اللي السقوب وسعت فبالتالي بتدت تنزللي مواد كبيرة ومواد أنا محتاجها زي البروتين عملي بروتينوريا ببروتينيروم بنسبة D,N البيشنت ده بلاي عنده 3.5 جرام بردي بروتين في اليورين طيب وإيه كمان بيحصل؟ بيحصل عندي هيبوالبومانيا يعني القلب بنسبة كبيرة في اليورين فقل بنسبة كبيرة في البلد بقيت نسبته في البلازمة أقل من 3 جرام طيب لما نزل بكميات كبيرة كده إيه اللي هيحصل؟ الليور يحاول يعمل كومبانسيشن فيعمل مع القلب من اللي بيكونه يعمل الليبت فالليبت نسبتها بتزيد فين في البلد فبيحصل هايبر لبيديمية او لان البروتين اللي بينزل كتير جدا فالليبس كمان بينزل فبيفضل معايا في الجسم لبت كتير مش بتكسر يعني مفيش حاجة تكسره طيب ولان البروتين بينزل بكمية كبيرة في البلد في اليورن سوري لان البروتين بينزل بكمية كبيرة في اليورن فالاسموت كبير شهر هيتأثر اللي هيحصل له هيقلة فبالتالي الماء هتبتد تتسرب من الكابلة وتروح خلقه وتروح فهاشوف شخص منفه وان الانفلاميشن والبروليفيشن اقل ان هما يحصلوا في النفريتك سندروم لكن بيحصلوا جميع راكدا في النفريتك سندروم والشائع هو الشائع في النفريتك سندروم الحمد لله كده خلصنا مخاضرة النهاردة الحمد لله الحمد لله لذي هدانا لازا وما كنا نهتدي لو نهدانا الله بس حاب اقول حاجة المحاضرة بسيطة بس موضع أسئلة كثيرة في الامتحان واحنا بنذكر البسولوجي البسولوجي بالذات البسولوجي بالذات دولا على اي مادة دائما نفتك نقولي الحمد لله الحمد لله يعني كليتك قادرت تفلطر كل الدم ده على كتول اليوم وده بيحصل يعني بدون وعي مننا بدون ارادة يعني سبحان الله حد تاني سبحان الله هو تولد برضو لأ نفسه كده فيعني انت تحمد ربنا على العفو والنعم اللي انت فيها اللي احنا مش حاسين بيها فالحمد لله اللي زي عفانا مما ابتلى به غيرنا ودايما نقوله الحمد لله واخيرا في رعاية الله